سبعة الخير يا جماعة وازايكم واخيرا هواوي مصدرت الفئة الجديدة او الاصدار الجديد من الميت وهو هواوي ميت ففتي النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنراجع اعلى واحد في السلسلة وهو هواوي ميت ففتي برو يكفي ان اقول لكم ان الكاميرا الرئيسية بتاعته الفتحة بتاعتها متغيرة وده اول تليفون ينزل بالوضع ده مش بس كده كمان السعر بتاعه تنافسي اي نعم هو مش رخيص ولكن تنافسي في وسط تليفونات الفلاكشب تليفون رائع نازل بقوة شاشة قوية نسسر قوي بطارية قوية وشاحن سريع تليفون مواصفاته قوية جدا هنستردها النهاردة مع بعض خليكم معنا وشوفوا الحلقة دي بغاية اخيرة عشان تعرفوا سعر التليفون ابقوا معنا لاستعراض التليفون اللي معنا النهاردة الرائع هواوي ميت فيفتي برو ابقوا معنا اعزائي مشاهدين في كل مكان ازايكم واخبركم يا رب وطبقوا بخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة القناة الثاندر التكنولوجيا ومعلومات ومعاكم اخوكم اشرف مبدأيا كده او في البداية احب اشكر كل واحد بتابع الصفحة بتاعته بامانة انتو على راسي من فوق واي حد يا جماعة عليه اي استفسار انا تحت امره واللي عايزني ارجع له حاجة مخصوص او اشوف له حاجة مخصوص تحت امره يبعات لي بس او رسالة على الصفحة وانا تحت امره اعمل هالو على طول اه خشوا عندي في الكميونيتي او اللي بيقولوا عليها المنتدى هتلاقوا انا بنزل كزا بوستر اه بقول لكم فيه ان انا عايز اللي عايز يا جماعة حاجة ارجع هالو يبعات لي وانا تحت امره اه مرة تانية بشكركم جدا جدا على دعمكم وعلى اه انتساب كله الصفحة عندي ويا رب يكون دايما عند حسن ظنكم وابيكم بصراحة انا بطلع كمان وكمان بعد فضل ربنا سبحان وتعالى علينا كلنا يلا نبتدي الحلقة بتاعت النهاردة هواوي يا جماعة هواوي اعلنت اه عن الجديد بتاعها اللي هو اه او الاصدار الجديد من الفئة بتاعتها اللي هي الميت فيفتي اه الميت فيفتي او الميت عمتا معروف عنه بقوته اه من ساعة ما اصدارته هواوي النهاردة اه اصدرت اه تلات تليفونات اه في الفئة دي احنا النهاردة نستعرض اعلى فئة فيهم وليه اعلى فئة بتبقى شاملة كل حاجة خاصة ان فيها ميزة جديدة في الكاميرا الرئيسية وهي ان فتحة العدسة متغيرة وبالتالي ده بيدينا اه انطباع قوي عن ان التليفون نازل بقوة وحشية قوي بينافس الفلاكشيب وبالذات اه اللي متخصصين فيه الكاميرات التليفون اللي معنا النهاردة هو هواوي ميت فيفتي برو هنشوفه النهاردة من كل جوانبه هنعرف مواصفاته وميزاته وعيوبه وهنشوف هل فعلا التليفون ده يستحق الشئلة بالاضافة الى ان احنا هنعرف سعره ان شاء الله في اخر الحلقة عشان كده تابعوا الحلقة دي لغاية نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون قبل ما بتدي ان شاء الله بازن الله الشرح مش هنسى زي كل مرة اوصي حضراتكم ما تنسوناش السابسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتز وتفعيل زر الجرس عشان اه يجيلكوا كل جديد ان شاء الله بازن الله اه اه الصندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا خشوا خدوا فكرة عنه لو عجبتكم حاجة اشتروها دعم للقناة يلا مع بعض نراجع التليفون اللي معنا النهاردة هواوي يلا بنا التليفون اعلن عنه في ستة سبتمبر عشرين اتنين وعشرين في المؤتمر آآ هواوي آآ تمانية عشر سبتمبر عشرين اتنين وعشرين بتده يطرح للبيعة التليفون ده ابعاده مية اتنين وستين فاصلة واحد فيه خمسة وسبعين فاصلة خمسة فيه تمانية فاصلة خمسة مليمتر الوزن المقدر ليه ميتين وخمسة جرام ليه العادي وميتين وتسعة جرام ليه اللي ظهره من جلد اللي هو اللون البرتقالي اللي احنا عارفين. التليفون ده بيدعم آآ شريحتين وللأسر ما بيدعمش الالكترونيك آآ 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 نازل بمعيار اللي هو مضاد لي آآ المية والاتربة. اللي قام كنتوا عارفين طبعا آآ ستة متر او عشرة متر لمدة تلاتين ديئة. طبقة الحماية هنقولها كمان شوية عشان هي جديدة علينا آآ في آآ التليفون ده. نيجي بالنسبة لي الشاشة الشاشة من نوع مليار لون آآ بيوصل لمية وعشرين هيرتز بدعم الاتش دي ار والاتش دي ار تيم بلس بيوصل لالف وخمسمية قوة سطوع عالية جدا في الشمس. مساحة الشاشة ستة فاصلة سبعة اربعة انش قوة استحواز واحد وتسعين فاصلة تلاتة في المية. الشاشة الف متين واتناشر في الفين ستمية وستاشر بقوة ربعمائة تمانية وعشرين بي بي اي. ودي قوة جمدة جدا سواء في الريزوليوشن او آآ البيكسل. طبقة الحماية جاية النهاردة من هواوي وهواوي هي اللي عاملها اسمها هواوي دي احنا اول مرة هنجربها وهواوي انا ما عرفش استخدماتها بلكية ولا ولكن انا اول مرة اشوف ها في التليفون بتاع هواوي ده. هم بيقولوا ان هي قوية جدا واقوى من الكورنينج جوريلا جلوس. آآ نيجي بالنسبة للبلاتفورم آآ هينزل بي آآ لامة اي ام يو اي تلتاشر ده انترناشنال واكيد طبعا هيبقى مطاعم بي مش عارف الاندرويد. اما اللي نازل في الصين فهيبقى هارموني او اس الفرجن الجديد اللي هو تلاتة فاصلة زيرو. البروسيسور هيبقى من شركة كوالكم سناب دراجون تمانية بلس الجديد. الفور جي. آآ الجيل الاول. ده المعتمادية بتاعته اربعة نانوميتر. وزي ما احنا عارفين. ده ثماني النواة او تمن انوية نازلة او اكتا كور. النواة الرئيسية او القوية بقوة تلاتة فاصلة تسعتاشر جيجاهرتز كورتكس اكس تو ده المسمى بتاعها. التلاتة انوية المتوسطة بقوة اتنين فاصلة خمسة وسبعين جيجاهرتز كورتكس اي سبعمية وعشرة ده المسمى بتاعها. اما الاربع عنوية الموافرة للطاقة فبقوة اتنين فاصلة زيرو جيجاهرتز كورتكس اي خمسمية وعشرة وده المسمى بتاعها. الجي بي او او وحدة الرسوميات هتبقى من نوع الادرينو سبعمية وتلاتين. التليفون بينزل آآ بي كارت ميموري بس هيبقى من نوع اللي هو النانو ميموري لغاية آآ او الليك لغاية ميتين ستة وخمسين جيجا بايت. بينزل بفرجانين بالزبط آآ الزاكرة بتاعته لامة ميتين ستة وخمسين جيجا بايت او خمسمية واتناشر جيجا بايت من نوع تلاتة فاصلة واحد. الرامات هي واحدة في الاتنين تمانية جيجا بايت رام. انا مستقرد جدا ان الرامات قليلة. رغم ان التليفون ده قوي جدا. نيجي بالنسبة بقى الكاميرات واحد سورة حرج لان هو اصلا تليفون كاميراته قوي. تلات كاميرات في الخلف والفتحة التالتة دي اللي فيها الرابعة قصدي. دي اللي فيها والليزر وآآ مستشارات الباقية. كاميرا الرئيسية خمسين ميجابيكس ودي عريضة. فاتت عدسة متغيرة آآ من آآ واحد فاصلة اربعة حتى اربعة فاصلة زيرو. ودي حاجة قوية وقوية جدا. آآ بالدعم الليزر والاوتو فوكس والاو ايس. آآ الكاميرا البريسكوب التليفوتو اربعة وستين ميجابايت. فاتت عدسة آآ فاصلة خمسة بالدعم والاو ايس. وفيها بيوصل لتلاتة فاصلة خمسة اكس. الكاميرا الالت رواية تلاتاشر ميجابيكسل. فاتت عدسة اتنين فاصلة اتنين آآ بي دي اي اف. وآآ معاهم الفلاش اللي باين جدا في المنتصف الاعلى ده. ده بيدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار. الفيديو بيوصل تصوير الفيديو لاربعة كي بفريمات تلاتين وستين فريم بير ساكند. من الامام آآ في الاعلى هتلاقوا فيه عريض ده فيه آآ كاميرتين او كاميرا مستشعر يعني الكاميرا الالترا وايد او هتبقى الالترا وايد مش وايد دي تلاتاشر ميجابيكسل في فتحة حدسة اتنين فاصلة اربعة والكاميرا التالتة اللي هي دي للعزل وسنسور في نفس الوقت. بالدعم تصوير والبانوراما بيوصل تصوير الفيديو بتاعها لاربعة آآ كي بفريمات تلاتين وستين فريم بير ساكند. نيجي بالنسبة للصوتيات اللاود سبيكر موجود ستيريو من الاسفل ومن الاعلى بقوة آآ صوتيات عالية جدا. نيجي بالنسبة لوحدات الكممنيكيشن في واي فاي باعدس حاجة. البلوتوث خمسة فاصلة اتنين الجي بي اس تراي باند مش ديو الباند. الانفا ريد موجود. الريديو مش موجود. واليو اس بي النوع تايب سي تلاتة فاصلة واحد. التليفون دوت بتاعته آآ البصمة تحت الشاشة وبدعم الفيس اي دي وبقية السنسورز الموجودة وفيه خاصية آآ الاتصال بالساتيلايت لو مفيش خط وده عشان او الاسعافات آآ لو حضرتك حصل لك حاجة بعد الشر. آآ توهت او حبيت ان انت آآ تتصل ومعاكش آآ سم او الشحن خلص او رصيد خلص يعني. نيجي بالنسبة البطارية فى اربعة تلاف وسبعمية ملي امبير بطارية قوية معاها ستة وستين واط يشحن تقريبا في خمسة واربعين دقيقة. او الشحن اللاسلكي بيوصل له خمسين واط قوي وحاجة قوية اما او الشحن العكسي من الخلف فبيوصل لخمسة واط. بينزل من التليفون دوت الالوان القورنش طبعا ده الجلد اللي من الخلف. اما التلات الوان الباقية اللي هي مش جلد فبتبقى او الاسود والسيلفر والبيربل او البنفسيجي او الموف اا الشيك بتاعهم دوت. نيجي بالنسبة لسعر التليفون فسعر التليفون مقدر بالدولار اول ما نزل الف امتين اتنين وستين دولار يعني تقريبا خمسة واربعين الف جنيه. آآ وفيه آآ محللين تانين قالوا ان هو بينزل لتسسعمائة آآ دولار يعني تقريبا تمنتاشر الف جنيب المصري ده قبل طبعا الضرائب والجمارك. آآ في كلتا الحالتين هو يعتبر التليفون غالي نوعا ما في وسط الفلاكشيب ولكن يستحق بسبب آآ قوة الاداء وقوة العتاد نفسه. ولو فين ولو ان لي ملحوظات عليه زي مثلا ما بيدعمش الاي اس اي ام مثلا الشحن السريع مش السريع قوي. آآ الكاميرات آآ جميلة. الشاشة مسلا آآ مش معمولة اموليد معمولة آآ 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 حاجات كده بسيطة ولكن يبقى التليفون آآ قوي وعتاد آآ قوي جدا آآ يستحق آآ آآ المراجعة والانبوكسنج. ولو نزل في مصر هحاول اخاطب الشركة واجيب آآ بحيس ان احنا نعملو انبوكسنج وريفيو. لغاية ان احنا احنا وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب تكون اسعداتكم ما تنسوناش سبسكرايب اللايك في كل مكان ونرد على حالكم على طول. شكرا جدا وسلام عليكم.